الموادة طب والموادة من النساء معناها ايه تقعد الست سكتة كده تقول خلاص مولانا الشيخ قال النهاردة بسم الله ما شاء الله ما يجب على الرجال ان يفعلوه واو الرجال هيقولك طب منا يعني بتحمل اعباء وانا اقوله بقى في حديث والله العظيم لو طبقنا وفهمنا معناه انا واثق ان اكثر من 90% من حالات الطلاق المرفوعة امام المحاكم ستختفي هذا الحديث انا ارجو من الاعلام ان يتبنى هذا الحديث يجب ان يكون منهك حياة لكل الناس نمتسل بسدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويعني زي ما ربنا امرنا يعني ننهى عن كل ما نهانا عنه نمتسل باوامر بالضبط قال عليه الصلاة والسلام الا اخبروكم بنسائكم في الجنة كنا بلى يا رسول الله قل لنا فقال عليه الصلاة والسلام ودود امرأة فيها ود ليس فيها عناد ولا مقابرة ولا لدد ولا قصمة ولا شجار ولا نزاع ودود ولود اذا غضبت سواء من نفسها او منه او من اهله او من اهلها او من جيرانها ودود ولود اذا غضبت او اسئ اليها او غضب منها زوجها قالت هذه يدي في يدك والله لا اكتحل بغمض حتى ترضى والله لن اذوق للنوم طعما حتى تكون راضيا عني المرأة عليها ان تعلم ان زوجها هو جنتها ونارها عليها ان تعلم ان زوجها بوابة من ابواب الجنة قال عليه الصلاة والسلام اذا صلت المرأة خمسها يعني الصلوات الخمس وصامت شهرها يعني شهر رمضان واطاعت بعلها اي زوجها فالتدخل من اي ابواب الجنة شاءت الله اللهم صلي وسلم هذان الحديثان واجب علينا ان نعلمهما لبناتنا هذان الحديثان واجب علينا ان يكون منهج حياة لنا وكل واحدة بقى تعرض نفسها على الحديث ده على فين منه انا يعني اي درجة من هذه الدرجات نعم وتستكمل لربنا ونستكمل